موسيقى اللي بيكبر في السحرة بيربي نخل في حوش بيته يوم ييجي ياكل من طمره أو يستفيد حتى بزيته جوه النخيل سر إله شجر مبارك تور عمره دي العدرة هزت جزع النخل نزلت عليها رطب طمره أبريم وزغلول ملكابي وبنت عيشة وسماني طقطقت بتمودة وبرجي جرجودة أبيض وحجازي على كل شكل ولون منه تلقى البلح طارح يا نخيل موسم وتجاره استنوا طرح النخيل على شط النيجي موسيقى صباح الفل يا عم سعد موسيقى 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 ومن أهل السوق البلح ومن عشيرة تجارة الغلال والبلح الإبريمي واليميشي في ساحة رود الفرج إحنا أشهر أو من أكبر المصدرين في البلح يا عم سعد علشان إحنا بنطلع أكبر كمية ولا أكتر أنواع ولا أفضل أصناف يعني ليه إحنا متميزين؟ الأسباب اللي حضرتك قلتها مجتمعة كلها كلها إحنا عندنا أكتر من 65 نوع من البلح عندنا تكفيف ليس له مسيل في أي دولة عربية أو أوروبية ليه؟ لأن البيئة اللي بيخرج فيها البلح خصوصا إقليم النوبة وخصر إبريم في النوبة عشان كده تسموه البلح الإبريمي وأسوان وبر تمودة عشان كده فيه بالح يسمه برضو بر تمودة الأخليم دي شديدة الجفاف نسبة الرطوبة فيها صفر فبيكون البلح عندنا مجفف بطريقة محفوزة جيدة فبيطول عمره وتساعدنا على أن احنا نصدر فهو كسرة الأنواع في التصدير ينفعك بقى أنه مش أنه بيقاوم شوية رغم طبعا البلح الثاني اللي هو الأرائي والسوداني أيوة الجفاف بتاعه بيكون أقل نص جفاف يلاقي الأرائي نص جفاف ونص طراوة هو عامل زي العجوة جدا شوية فهو قريب من العجوة شوية البلح بتاعنا بيقاوم حتى البلح اللي هو ما بيجففش اللي هو البلح البرحي ده من أفضل أنواع البلح على مستوى العالم والتصدير فيه بنسب عالية جدا طيب أنت المحافظات اللي بيجيلك منها البلح مثلا بنسمع عن البلح السيوي والأسوان في محافظات أكتر من محافظات بتطلع أنواع معينة؟ طبعا محافظة أسوان رقم واحد بالنسبة للبلح الجاف أسوان كمحافظة من أولها لآخرها يعني ابتداء من مدينة أسوان وانتهاء بإقليم النوب عند حدود السودان كل ده نخل بيطلع؟ كل ده نخل البلح الجاف بينشر على الرمال ويجفف لمدة شهرين بعد حصاده بس زرعينه برضو في المنطقة ولا زرعينه بقى من خطة تانية؟ لا زرعينه في المنطقة في المنطقة أي بلح بيزرع خارج محافظة أسوان لا يحتفظ بجفافه نسمي بلح طريق أحياناً بيضطروا الحمصوه في أفران عشان يبقى مسك نفسه لكن بيبقى بمرر لأن السكر ومحروق زي بلا حلوق صرف انت بقى لك كام سنة في السوق هنا والله اعنا من ساعة ماتوا دي مهنة أباء ومهنة جدود بنتوارسها لأن هي المهنة دي اللي أسستنا وعلمتنا وكبرتنا وعملت لنا وضع وشأن فلابد أن احنا نتوارسها جيل بعد جيل